موسيقى الامام يقول الامام الباقر بعدما يقول وويل لمن أجريت على يديه الشر يقول وويل لمن يقول كيف ذا وكيف ذا يعني يعترض على الله سبحانه وتعالى إذا الله قدر الشر لا تعترض على الله سبحانه وتعالى مرة الإنسان مستفهم يسأل استفهاما لا بس هذا أمر مطلوب فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون وتارة يعترض مو استفهام حقيقي استفهام إنكاري مثل قوله تعالى وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا هذا ماذا استفهام لكن استفهام إنكاري تعنت الذي يستنكر على الله سبحانه وتعالى فعله أو يعترض على الله سبحانه وتعالى فهذا ويل له لأنه هذا ما يعرف الله سبحانه وتعالى لو كان يعرف الله سبحانه وتعالى لكان يرضى بقضائه حتى إذا لم يفهم وجه الحكمة في الفعل لكن لا يعترض على الله سبحانه وتعالى إذا مريض راح إلى طبيب وطبيب متخصص والطبيب قدر إجراء عملية جراحية هذا الذي يعتقد بأن هذا الطبيب يفهم وكلامه صحيح ما يعترض على الطبيب حس يمكن مرحلة أنه لا ينفذ كلام هذا الطبيب يراجع طبيب آخر وثالث ورابع لماذا؟ لأنه يشك في صحة ودقة تشخيص الطبيب الأول لكن إذا الإنسان يعتقد بالله يعتقد بأن الله سبحانه وتعالى لا يخطئ وكل أعماله صحيحة مية بالمية ومطابقة للحكمة فلا يعترض فإذا اعترض فهذا يكشف عن سوء عقيدته وسوء عمله نعم كلما درجة إيمان الإنسان ويقينة ارتفعت رضاه بقضاء الله حتى إذا كان ذلك القضاء مرًا يرتفع من أعالي درجات المؤمنين المتقين هو الرضا بمكروه القضاء يعني هناك قضاء لا يلائم ذوق الإنسان الله سبحانه وتعالى قدر على إنسان أن يفقد أقرباءه أعزته أن يصاب في جسده هذا مر عليه لكن إذا يعلم بأن الله سبحانه وتعالى حكيم وقد قدر ذلك له فيرضى بقضاء الله سبحانه وتعالى هذه الدرجة درجة رفيعة جدًا الرضا بمكروه القضاء ترجمة نانسي قنقر